اهلا بيكو في حلقة جديدة من اومني فيرس ووتشار النهاردة نتكلم على شخصية من اقوى الشخصيات الموجودة في عالم مارفل وهو Living Tribunal ناخد فكرة عنه عن قدراته في الكوميكس Living Tribunal هو شخصية طبعا مارفل كوميكس او تزولي في الكوميكس يكن في شهر مارس هات 1967 الكلام ده كان في العدد الرقمية 57 من ست الكوميكس Strange Tales على ايد الكتب الكبير هو كان مالتي فيرسل على شكل بشري من عمر مالتي فيرس نفسه بيعمل على حماية المالتي فيرس من اختلال توازن القوة فيه بيمنع اي كون ان هو يبقى عنده قوة اكبر من بالاكوان او ان هو يخل التوازن الكوني بأي شكل هو تكسيد سيادة وقوة المالتي فيرس هو اكبر سلطة فيه هو يبقى ممثل عن زوان اباف اول وخادم لي وعنده قدرة على الاتصال بيه مباشرة هو برضو بيعمل على توازن الخير والشر بيمنع اي واحد فيهم ان هو يضغى على التاني بشكل فج وبيمنع الكائنات الحية منها تعرض الوجود للخطر لما يكون فيه مشكلة تتعلق بأحد الأكوان بيخلي الحكم للقوة الكونية بتاعت الكون ده وهو على عكس باقي القوة الكونية هو كائن مالتي فيرسل يعني هو فيه نسخة واحدة بس منه وإن كان يقدر يبقى منجود في كذا مكان في نفس الوقت بيبنى على شكل كائن لتلات وشوش الوش اللي قدام ده هو اللي غالبا بيتكلم به بيمثل العدالة الوش اللي علي مين ده مضغطي بالكامل ده بيمثل الضرورة والوش اللي علي الشمال مص مضغطي بيمثل الانتقام التلات وشوش لازم يتفقوا مع بعض قبل ما يعمل أي أكشن أول اتصال لي معروف مع قرس 216 كان مع دكتور سترينج كان على وشك أنه يضمر كوكب الأرض بس دكتور سترينج بيقنعه أنه ما يعملش كده ما كان بيقابل روم وكان على وشك أنه يضمر أرض موازية بس بيحصل توازن فمش بيكون فيه داعي لكده بعد ما بيقابل الفينيكس لما أدم مورلو كان معقف فازي الأبدية بيتعمله محكمة من قبل القوى الكونية Living Tribunal بيقرر أن أدم ما ينفعش بقى معاه كل القوى دي ده اللي بيقدي لإنشاء الانفينيتي ووتش والأحجار تتقسم على كذا واحد وفي نفس الجلسة دي هو بيرفض طلب إي تيرنتين للأحجار تبقى معاه فكروس أوفر لمارفل مع دي سي هو بيتحد مع زا سبكتر عشان ينقذوا مارفل أو دي سي من خطر برازرز هو عنده مجلس مصغر للأمور الأقل خطورة اسمه ماجستراتي فيه قضاء ومحلفين ومدافعين عن الكون فيه روبوت اسمه أم ميكر في أرض موازية اسمها تي أر إن تمنمية واحد وتسعين اتعمل من 10 مليار سنة عشان يتصدى الموجات الأنتروبي وموت الكون عن طريق أنه هو يدمر السقوب السوداء مع الوقت بقى قربتد ابتدى يهاجم مجرات ويدمرها بالكامل الموضوع ده لفت نظر Living Tribunal بيجي يواجهه ويتغلب عليه وعشان التقل كبيرة جداً اللي موجودة في أم ميكر مش بيعرف يدمره بشكل كامل فبيعملوا deactivation وبيدفنوا في أعماق كوكب الأرض اللي لسه بينشأ البيوندرز بعد كافه مخططهم إن هم يقضوا على القال كونية ويدمروا المالتيفيرس فيه تلاتة منهم بيواجهوه بيخشوا صادف معركة بيغلبوه وبيقتلوه وهو بيقع على الأمر في كل كون في إرس التمية وستاشر اللي بيلاقيه بيكون Iron Man وقوته الواتشر بيتم استخدام أجزاء من جسمه عشان يتعمل live rafts ده اللي ساعد بعض الناس إن هم ينجوا من الإنكرجنز مايكاب نشوف إن فيه أدام مورلوك من أرض موازية اللي هي 19,141 بيبقى Living Tribunal الجديد بعد دي اللي هو عمله هو وسانوس مع زوان أبوف أول إحنا دلوقتي ممكن نتكلم على قدراته هيئي قدراته هو شبه كل القوى والمعرفة والحضور هو القضي المطلق على جميع منهم في المالتيفيرس هو قوي جدا لدرجة إن هو يقدر يلغي تأثير الانفينيتي ستونز ودي قوة كبيرة جدا نظرا لإن الانفينيتي ستونز ممكن تأذي بقى القوى الكونية هو تاني أقوى واحد في مارفل بعد زوان أبوف أول مرة مفاستو قال عنه إن هو مش الإله بتاع مارفل بس هو أكبر طفل في المدرسة ويعرف المدير كويس وإن كم مش بيحب يتكلم عنه كتير فيه ناس دلوقتي ممكن تفكر وتقول لك بدا ما هو قوي أوي كده إزاي البيوندرز أتلوه ما تقلش تفسير واضح بس التفسير الأقرب للصواب إن هم جايين من بيوند هم خارج نطاق المالتيفيرس هو ملووز سلطة عليهم ما كانش متوقع المواجهة دي بالإضافة إن في المعركة بتاعتهم كانوا ثلاثة لزا هي ما كانتش معركة فير تلليه مخطط إن هو يظهر في فيلم إن دي جيم في عالم مارفل السينيمائي عشان يحاكم سانوس على السناب بتاعته بس تراجع عن الفكرة دي في آخر اللحظة وظهر كاميو في فيلم دوكتور سترينج مالتي بيرسو في مادنس بس كادي كتا حلقة سريعة تكلمنا فيها على أغلب حضور ليفنجي تريبيونل في الكوميكس أنا عايزك دواتي تقول لي في الكومينت ستا كنت تعرف الشخصيات دي أبلي كأة ولا لأ وإي رأيك مستوى قوتها إحنا الحلقة الجاية حنتكلم على حاجة جديدة لغاية الحلقة الجاية ما تنساش تعمل لايك وشير ولو أنت مش عمل سبسكرايب أعمل وما تنساش تضرب الجرس